سلام أخواتي إن شاء الله تكونوا كامل ملاح اليوم بإذن الله راح نديروا ميني بصبوثة في المولة العجيب بنكهة الشوكولة وبقاناش الشوكولة طريقة سهلة بمقادير متوفرة بإذن الله في أي منزل إذا كنتم أول مرة تشاهدوا قناتي أدعوكم تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد من الوصفات إن شاء الله إذا نروح مباشرة إلى طريقة التحضير في وعاء حطيت زوج بيضات ضفت لهم قرصة ملح وملعقة صغيرة تفاني ضفت لهم ملعقة ونسب ملعقة كبيرة ونسب تسكر ونخلطهم ملح مدة دقيقتين نحروا بكاز تزيد ونكملوا نخلطوا ملح نزيد لها نصف علبة تايا وقت ناتيو نديروا نصف العلبة نواصلوا التحريك خليط ملعقة كبيرة تنوات كوكو يعني رح يعطيها جوزة نهين طعم روعة نضيفوا كاز ناقص منه دودوى تع سميد متوسط سميد متوسط إذا عندكم هذا الكاز كيلو به سميد توصلوا هذك الخط حبسو نضيفوا ملعقة كبيرة تع كاكاو أسود مر نصف ملعقة كبيرة ونضيفوا كيز تا خميرة الحلوية وإذا حبيتوا تديروا كمية كبيرة ضعفوا هذ المقادر اللي مديتهم لكم كامل ضعفوهم نواصل التحريك هنا جبتلي ميني مولة هذو ماجيك مدهونين بالزبدة ومغبرين بشوية سميد رح نعمرهم يعني غير للوسط جز للوسط بش ما يفي ضول كمش متعمروا همش كامل لأنو أنا كين واحدين اللي زيتش فيهم فاضولي يعني في نصف الفوغ يعني للنصف ديروا الخاليط هذ الكمية رح تجيب لكم حوالي 12 حبة من هذ لمول هذ الهم يطيبوا في فرن مصخر مطبقا على 180 درجة مدة 15 دقيقة حتى 18 دقيقة نحن التى شوكولة درت 150 جرام تى شوكولة مع 75 سنتيلي تختاع كرام ليكي تساخنة جدا حطوها تسخن في كسر و نملي حمليح ومبعد فرغوها على شوكولاتيكم مع التحريك المستمر حتى الدوب 75 سنتيلي تختاع كرام ليكي تجي حوالي ربع كاس في الاخر نضيف لها نص مغرف كبيرة على الزبدة ونخليوها حتى تبرد وتوصل القوام المطلوب بعد ما خرجت البسبوسة تاعي و ديموليتها رح نسقيها بالشربات اللي هي كاسمة مع زشكة نسكر تحطوهم فوق النار وتخليهم يعني يغلىوا حتى شربتها كنتولي تقيلة نوعا ما رح نشرب بها البسبوسة تاعي نخليها يعني حوالي نص ساعة حتى تتسرب ونضينوها بعد ما تسربت درت الهنوات كوكو كي ما راكم تشوفو وراح نبدأ نعمرها بالقاناس بعد ما برد وصل القوام اللي نحوص عليه درته في البوس عدوي متخليوهش يبرد يعني كليان حتى يجمد لكم تولي ما تقدروا ستشكلو به يوصل لهذا القوام دروه في البوس هذه هي النتيجة اخواتي ان شاء الله تكون نالت الاعجاب انتعكم في الاخر فقط درت هاد الكوريات البيضاء الصغيرة للتزيين باشني يعني اطعت شكل راقي للبسبوسة تانا اذا اشبتكم مفت اليوم ديروا ليجان في الفيديو واشتركوا في قناتي باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله من الوصفات السهلة والمميزة وانتظروني في فيديو لاحق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا